قرار قضائي فلسطيني بعد 103 سنوات على وعد بلفور يدين بريطانيا ويعتبر الوعد باطلا في انتهاكه لقواعد القانون الدولي في محكمة بداية نابلس شمال الضفة الغربية نطقت المحكمة بقرارها النهائي في الدعوة القضائية التي تقدم بها التجمع الوطني للمستقلين والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني ضد بريطانيا بتحميلها المسئولية القانونية للجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين بعد اخذ القرار من هنا بقول الشعب الفلسطيني برع نفسه انه ما اي شي بضيع وانت بتطالب بحقك وكل شي بنى على باطل ان بأتخذ وعد بلفور كان باطل فكل شي بنى على باطل فهو باطل الدولة اليهودية كان باطل فهي باطل اعلان البطلان القانوني لوعد بلفور يضع الخطوات الفلسطينية على المحك سيما مع مساعي تدويل قضية محكمة بريطانيا في المحاكم البريطانية والمحافل الدولية مقدموا الدعوة تعاقدوا مع مؤسسة قانونية في بريطانيا لمواصلة المعركة القضائية لتثبيت حق كل انسان فلسطيني تضرر من بريطانيا بشكل شخصي سواء بالقتل او التهجير بالتعويضات الشخصية تشكل اساسا لمواصلة المعركة على السعيد القضائي لمقاضات بريطانيا حتى في المحاكم البريطانية وفي المحاكم الدولية هذه ستكون الخطوة القادمة بعد صدور القرار اليوم بمعنى انه نعم هناك شكل رمزي لذلك هناك شكل معنوي لهذا الجهد لكن هناك ايضا اساس عملي لمواصلة هذا الموضوع وانطلقت الدعوة القضائية لمحاكمة بريطانيا في الثاني والعشرين من اكتوبر العام الماضي وتم الاستماع لشهود العيان الذين عاصروا حقبة الانتداب البريطاني في الاراضي الفلسطينية اصبح البطلان الشعبي لتصريح بيلفور مؤكدا قانونيا بحكم قضائي نهائي ببطلانه مصار قانوني فلسطيني سينطوي بين سطوره حجج قانونية للكثير من الخطوات في سبيل تدويل المعاناة الشعب الفلسطيني ومحاكمة بريطانيا خالد بدير قناة الغد نابلس فلسطين